انت قلت ايه لعمر جمال في ماتش الاهلي ولسماعيلي. ده الاف ده بقى يعني جزء لحد دلوقتي كل ما قابله بحكي له الموضوع ده. كل ما بلقى لسماعيلي 2009 الماتش ده كان الجزء انا مش هروح لسماعيلي تاني. ماتش بقى شماريخ وضرب وفي اسماعيلية وبعد الماتش خرجنا في مدرعات. عبدالله شاحات اتصاب واقع. فانا عمر جمال بقى بجنبي فانا بحب عمر صراحي. انا عمر كان نفسي يجي الاهلي لان انا عمر من اللعبة اللي بحبها جدا. فوقف جنبي فانا بقول له ايه عمر نفسي تيجي عندنا جدا. قال لي احمد الله عسا عندكم زحم قوي. قلت له خلص تعالى يوم جمعة. فوقف ايه اه افهمش اللي فيه عمر. فمشي شوية كان حاجة قال ليه. اللي انت بتقوله ده. فاللو ايه يعني. لو كان جاي عادي يفكر بقى. عادي يفكر اللي انت. حاجي يوم جواب بعد الصالة. حاجي يوم روحين. فطبعا ايه بحكي الافيل احمد عبدو. حكا الجوزية. انا عايز اقول لك جوزية طول الطريقة. يضحك. وكل ما يشوف مسلا كنا نداخد من الفرق على الماتشوط الاسماعيل عشان كنا نداخد منهم الفرق. كل ما يشوف. عمر جمال. عمر جمال. مارادونا يور فريند. مارادونا يور فريند. ويتحك ويقد يضحك ساعة. هاي. قصة عظيمة. كان عمر جمال كمان من ناس الدماخ في في اوي. طيب اوي. اكتر العيب في الاهلي كان بيخاف منك في التأسيمة. اه. بركات. 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 بركات ومتعب. متعب كان عنده مشكرة في ظهره. وكان حظي. كل ما يطلع جنب مع بعض. وبيت يتيجي في ظهره. و هو واجعه. انا مش قصدي. اه. فمتعب بقى خلاص. وصل لمرحلة ان هو اي جنب بينه وبينه ما بينطش معي. خلاص اصلا بقى. وبركات كان الكرة بينه وبينه. يقول لي. يعني مسلا رايح كده عامل تاكلينج. قل لي. ما تعملش تاكلينج هسيبها لك. يرسيب الكرة والله العظيم بيسيبها. وطريكة نفس الكلام. اه. لو اخد الكرة انت. انا في التمرين. اه. زي المتشاط. طول عمري. كنت اه. حتى جزيء اول ما جي كان في مشاكل بينه وبينه في الكصة دي. هو اما بدأ ياخد علي. ما هو اللي دفع عني يقول لهم. هو لعبه كده. هو مش بقصد يضرب. اه. هم ما بعرفش يمسك نفسه. يعني كنت مثلا مصاب. وراجع من الاصابة. وهما كله خايف علي. وانا عم بالعمل تاكلينج واضرا فيه. فهو جزيء اللي هم بص هو ما بيعرفش يمسك نفسه. اه يعني حتى وانت مصاب هما اللي خايفين عليك انت مفيش. ما بخدش يعني مثلا يبقى المهاجم خايف علي. اللي بعمل تاكلينج واخش فيه. يقول لي يابني. مين عملت له اصابة في التامنين قبل كده. رافش حد كله. كلهم. كلهم. اصاب لأ اصابة وطولت. اصابة وطولت. لا لا ما كانش باصل للدرجة الازاء. لابالعب جامد يعني. ما انا فاهم بس اصابة جاب بالصدق يعني بدون ما تقصه دي يعني. لا لا انا اللي اضربت. انت اللي اضربت. واحد اصلا. لا ده واحد عمرك بتخيل انه هو يضرب حد. اه. وسامح حسني. وسامح حسني. هو مش قصده. اه. وسامح حسني بي اه بيعمل باص وانا بعمل تاكلينج. هو راح عمل له يشوت في عمل الباص. وانا نايم على الجنبي كده. راح رجبته جاي فضلاك يصل للضلاك. المشكلة مش في كده. المشكلة ان طبعا انا تعورت وروحت المستشفى مصر الدولي. فكابتن الخطيب جالي. مم. وكابتن الخطيب قعد كده. السلام عليكم. مرات راح اللي. انت متأكد يا ابن اللي عورك اسامة. اصلا. وكان جوز بنته. اصلا. قلت له. قلت له يا كابتن والله قال يا ابن ده اللي بيهشش ولا بيهشش عالش عالش عالش. هل انت ده قوق اصابة يضرابك انت ازاي. مستحيل ما انفعش. ناخد اللي بعدها. دي خلاص دي حطت هادي. ميش. جوزي احسن ولا فريرا. انا بالنسبة لي جوزي. انا جوزي ما بتكرينش بحد. ما بتكرينش بحد. ما بتكرينش بحد. مم. بص. في رأي بيقولك انه فريرا عشان خاطر اشتغل في ظروف صعبة. مع مجموعة مش زي مسلا اللي كان العيبة اللي بتلعب مع اماني وجوزي. فعشان كده في ناس بتقولك فريرا افضل. بص انا بالنسبة لي جوزي اشتغل في ظروف اصعب من كده بكتير. مع فرق اقوى من كده بكتير. يعني احنا دلوقتي مكورناتن بالفرق اللي في افريقيا زيرو. يعني سواء التراجي سواء الرجاء محترامي اللي عبت التراجي والرجاء. والنجم زمان المتشاك كده صعبة جدا وكده فرق قويه جدا. فالمنافسات اللي خدها جوزي اقوى من فريرا بكتير. احنا نشكر فريرا عالفترة دي. لكن انا عشان اتقارن اتنين ببعض. لازم يتحطوا في نفس الظروف. انت حطوا في افريقيا. عايز تقيم حد قيم فريرا في افريقيا الوقتي. عمسك من جوزيه اللي عملوا اعتقد محدش يعملو اليميت سنة قدر. نشوف اللي بعدها. بحب انا على فكرة. كلنا بحب. في حد يعني فيش مصر ما يحبش مانو الجوزيه. عصنا المدربين الكبار على فكرة بحب في الليلة كده برضو. بس المدربين الكبار دول اللي بيجوا مصر تبقى فرحان بيهم. يعني بتقول بيديفوا للكورة المصرية. فمانو الجوزيه مين ما يحبش مانو الجوزيه? اي حاجة كان بيعملها بيقنع الناس بيها. صح. اه الادارة مقتنعة بيه في اي حاجة بيعملها. صح. بتخسر الناس تشجعك. تكسب الناس تشجعك. فدي وصل لمرحلة خلاص بقى معشور جوزيه. بنشوف اللي بعده. زي كان بيسميك ميسي وانا مارادونا. هو سمي لي الاتنين. ميسي ومارادونا? اه. اه. انا كنا بناعمل هو بيعمل تمرين على طول هو جزيه ما كانش يحب حد يعمل بيحب بوش رجل. اه. بتيجي قدام الجون يحب. تمام. اللي بقى ببطن الرجل كده. بطن رجل. فهو يعمل تمرين بتاعنا فتبت على طول بتآ. بتحطه قدامك. يصلح لك وببطن رجلك. فانا التمرين ده ما عرفش انا وكنت ملبوس ولا ايه? برجلها اللي اتنين. شمال ويمين يا كريم عمال احط هنا وحط بشمال ويمين. فهو مستغرب قوي. عمال يقول لي هو في ايه? هو انت النهار ده مالك في ايه? فبعد ايه? فجاءت واحدة كده بشمالي كان الحضر اللي واقف. فعلى شمالي بقى حطتها راحت زي ما زي ما ميسي بحطها بالزلزل. فارح اللي قالك لا 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 لا. انت من النهار ده عشان اشفال بقى اسمك مردولا. اه. مس فجينا بعد ما لعبنا لعبت على ميسي بقى في ماتش المقوية كان عايز نمسك ميسي. فبعد الماتش بخلص وخد تشيرتي بتاعه اللي لا خلص بنا اسميك ميسي. جميل قوي. انت خدت مردولا وميسي. اه. الله هو او. برس مردولا قليه عشان تخين شوية خليك في ميسي. الله هو او. ناخد اخر واحد. بصراحة هل الاهل بيظلم اولاده? اه ساعات. ساعات? ساعات. اه. يعني انا من الناس الحمد لله طبعا ان انا عبت في الاهل من وانا عندي اربعة سنة لحد يعني من اربعة سنة الفين وتناشر حولي تمنتاشر سنة. اه. 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 انا ماشي يعني انا مشيت برضو مشيت وانا كويس. ماخدش التأدير اللي انا كنت استحقه. معين ناس اقل مني بكتير لابت في النادي واخد التأدير كويس يعني. اتكرمت. سنين انا انا فهم من النادي الاهلي برضو ما اتعرضش عليا اي حاجة. الوحيد يمكن اللي لايه في النادي الاهلي مدخلش يشتغل في النادي. يفا انا من كابتن من كابتن النادي. الحمد لله عمري ما كان عليا مشكلة. عمري ما عملت حاجة. وما حدش عرض علي اي منصف الاهلي. عمم. يعني الحمد لله اخلايا كويسة. ما فيش مشكلة عملتها انا بلعب. عمري في حياتي ما عملت مشكلة في اجد. عمري ما اتكلمت على حد مع عليش لغة خالص. وعمرك ما اتكلمت على اهلي وحش كبا. انا بتعامل مع نادي الاهلي. ككيان مش كاشخاص. اتعامل مع نادي الاهلي ان انا ده بيتي اللي اتربت فيه. بتكلم عليه كويس جدا. صحيح. مس انا دي علامة استفهم ان انا مش موجود في النادي الاهلي وممكن يكون حد يكون اقل منك كتير اللاعب في النادي مش اقل منك كفنان يكون واخد مركز او اخد مركز كتير في النادي وانا مكونش موجود